قصة الصحابي ثابت بن قيس الذي قبلت وصيته بعد موته وهو الوحيد في الإسلام وذلك بعد حلم جاء لأحد الصحابة يحكى أنه لما أنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي دخل الصحابي ثابت بن قيس بيده وأغلق بابه وطفق يبكي ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فسأله فقال إني رجل شديد الصوت أخاف أن يكون قد حبط عملي قال لست منهم تعيش بخير وتموت بخير أيضا ولما أنزل قوله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور كذلك أغلق الصحابي بابه وطفق يبكي فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني أحب الجمالة وأحب أن أسود قومي فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لست منهم بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا ويدخلك الله الجنة فلما كان يوم اليمامة خرج مع خالد بن الوليد إلى مسينمة الكذاب فلما التقوا وانكشفوا أمام جيش مسيلمة قال ثابت وسالم مولى أبي هذيفة ما هكذا كنا نقاتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حفر كل واحد منهما حفرة فأتيا فقاتلا حتى قتلا وعلى ثابت يومئذ درع نفيسة فمر به رجل من المسلمين فأخذها فبينما رجل من المسلمين نائم إذ أتاه ثابت بن قيس بالمنام وقال له إني أوصيك بوصية إياك أن تقول هذا حلم فتضيعه إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين ومنزله في أقصى الناس وعند خبائه فرس يستن في طوله وقد ألقى على الدرع برمة وفوق البرمة رجل فأتي خالد بن الوليد فمره فليبحث عن درعي فليأخذها فإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر فأتى الرجل عقب منامه خالد بن الوليد فقص عليه المنامه فبعث إلى الدرعي فأتي به وحدث أبا بكر رضي الله عنه برؤيا الرجل فأجازه وصيته ولم يعلم أحد غير ثابت بن قيس تم تنفيذ وصيته بمنام رآه أحد الصحابة وهي أغرب قصة فقه وأغرب قصة وصية بعد الموت مرت في التاريخ الإسلامي